اشتركوا في القناة 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 بس ها مشيء نسعى لده يكون عندنا الاستعداد لده طب يا أستاذ دريم عايزين نعرف مجمل الخدمات اللي حضرتك بتقدمها في الشركة عندك عبارة عن ايه زي ما قلت لحضرتك احنا بنقدم قسم الهو سكيبنج تمام نظافة جميع الشركات والمنشآت الإدارية والهيئات الحكومية والحمد لله احنا محققين نجاح في الخطوة دية الحمد لله ونفسه موضوع مكافحة الحشرات ومعانا كمان نظافة الوجهات الخارجية ومعانا كمان قسم التحكيم طبعا اللي حاليا دلوقتي بالنسبة لهذا الوباء اللي ربنا يعافينا الشغل الشاغل لنا كلنا دلوقتي ازاي نعرف طبعا 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 افهم دمنا فالحمد لله يعني هي كل الخدمات اللي احنا بنقدمها دية من خلال الشركة عندنا ومقر الشركة عندنا طب يا رأي حضرتك في الشركات اللي بتدي ضمان سنة وسنتين طب وليلا حراج دي لأ ما احنا النهار ده يعني عايزين نفتح كل الماضي طب انا هتكلم عن نفسي تمام يعني اه يعني معلش مع حضرتك صور الشركة هي اه تمام اه ده في وزارة التخطيط والتنمية الادرية والاصلاح الاداري اه اه وده اللوجوب رأي الشركة بتاعتنا اه اه دي عمالة نجارية كنا احنا جبناهم عندنا في بعض المواقع اه ده المعهد الكومي للإدارة اه اه ده صديقي المستشار اسامة الليسي والاستاذ محمود الليسي اه ما عارش ان هم جايبين ومنين بصراحة يعني طبعا اه نتعرف الاول على الحشرة الحشرة دي هتكائن حي اه تمام اه اللي يضر الحشرة تمام اللي عشان خطر ان احنا نعمل الكيمياء اللي صنع المادة ديت عشان تقضي على الحشرة هي بتعمل اه بتوقف الدورة الدموية بتاعتها اه تمام فطبعا اللي يوقف الدورة الدموية بتاعتها بيوقف الدورة الدموية بتاعتها فهو بيبدأ الاول واحد بيقولك مواد بدون ضرر على الصحة وبدون ضرر على الاطفال لا لا مفيش الكلام ده لا المواد دي هي الضرة والمواد دي هي تليها اثار سلبي في حالة ان انا معرأة في حالة ان الناس ما تاخدش بالها من التعامل معها دي حاجة الحاجة التانية بالنسبة قصة ان هو يقدن ثلاث سنين ضمان وسنتين ضمان والكلام ده انا طبعا مليش علاقة بيه انا مقدرش يقدن ازيد من شهرين ليه لان الحشرة دايما دي حشرة متجددة الحشرات متجددة انا سيه مسلا ما عليش يا سوز دريم يقول الو كده الو 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 اي السلام عليكم سلام ورحمة الله سست company ياهلا محضرتك ياهلا محضرتك علي عبداللطيف حضرتك صديقك العزيز ياهلا محضرتك استادي علي الم دهك اضي صديقي العزيز واقولي وكل حاجة والله ياهلا محضرتك والله بنور يا حبيبي بنور يقوله ربنا يخليك يا حبيب ربنا أعزك نموذك مشرف يا أستاذ علي للرجال الأعمال الشابة الصعيدة إن شاء الله نتمنى لكل توفيق ونجاح يا ربي خليك والله يا أستاذ شريف أنا أقول له حضرتك بس بحاجة بطيسة والأستاذ ريمي جاهد في الحياة على الأدل ربنا مغطره زيادة شوية فربنا يزيله أكثر من كده كمان وكمان لكل مكتعد النصيب يا أستاذ علي ربنا يخليك يا سلام علي لكل مكتعد النصيب والله والأستاذ ريمي اكتهد جدا 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 والله يعني لو الشباب عملت بجد نص اللي تذريم عمله في حياته حبيب حبيب ربنا يخليك بجد والله ربنا يوفقهم كتير كتير والأستاذ ريمي أخ عزيز حبيب حبيب يا سلام علي بس أعزك يا أستاذ شريف بعد إذنك توصيه علي عشان المفروض اللي هو يفتح فرع في الهرب جديد للشركة إن شاء الله بلاد احنا لازم يا أستاذ علي طب على هوا كده يعني على هوا لازم أستاذ علي بتشاهد علي الناس يعني ربنا يوسع عليك يا رب ويجعله وش الخير عليك يا حبيبي الفرع الجديد إن شاء الله أنا لازم أعرف برضو العملة بتاعك طيب طيب هقول لك على حاجة طيب جاهز الصحور وأنا هعد عليك ويجب لك تغرمت الصحور يا أستاذ علي وهجب لك لست الشريف معايا يا ربنا يحفظك شكريك جدا يا أستاذ علي نكامل نكامل فحنا كنا بنقول أه بالنسبة للضمان أنا ما أقدرش أدي أزيد من ضمان شهر يلا تمام ده لإن أنا بقضي على الحشر اللي هي متواجدة في المكان طيب نفترض إن في حشرات جاتني من بره بيعمل فيها إيه طيب إنت الضمان بتاعك ده إيه يعني إنت عصف نقل إن الخامات بتاعتك والمواد تاعتك ديت بتستمر ثلاث سنين استحالة طيب ما فيش الكلام ده تهدد المفهول يا أستاذ زريمي لا إزاي لا لا إزاي ديت بقى لا طبعا يعني فربنا يسلح حالنا وحال الجميع وطبعا الشعب بتاعنا هو هاي يعني كده إنت بتنصح الشعب المصري ما ياخدش بالكلام إن فيه ضمان سنة وسنتين ما فيش ضمان والله ما فيه الكلام ده ما فيش الكلام ده وأكيد يعني السادة المشاهدين عارفيني الكلام ده كتير بيدوا الضمان وبعد ما يمشي من عندك لو ظهرت أي حاجة بطارين علي على فكرة يا أستاذ زريمي على فكرة بيركزوا في اللينات بتاعة الشركات دي جامد تمام يعني كل الشركة بتزود على الثانية في فترة الضمان والشعب يعني في الأول وفي الآخر من اللي بيدفع تمن ده الشعب الشعب تمام لأن أنا لازم أكون وعي وأعرف يعني مش شرط أكون دارسي الحاجة ديت ولا شرط أكون لأنا درستها ولكن أنا أحكم بعقلي مادة إيه اللي بيحطها لي تقعد ثلاث سنين تمام وبعدين مادة إيه اللي بتقدع على الحشر الحشر ديت مكائن حي اللي هي قدع على الحشر ده طب ما هي قدع علينا فلازم يكون عندنا وعي طبعا ربنا يهد ربنا يهد طيب يا أستاذ زريمي عدد العمال اللي عند حزيتك قد إيه والله إحنا العدد عندنا 183 فرض تمام دول سبتين في الشركة دول سبتين في المواكع عندنا تمام غير الإداريين المتواجدين داخل مقر إدارة الشركة تمام دول اللي بيعملوا في المواكع بره في جميع المجالات المختلفة إذا كان مكافحة حشرات أو هوسكيبنج أو صيانة أو تحكيم أو نظافة وجهات خارجية يعني ده العدد المتواجدين ولكن احنا تأثرنا شوية مع أنا نفسي أسألك بقى وعملته إيه في العدد ده في أزمة قرونة إحنا كشركة متخصصة في مجال خدمات الرجال الأعمال طبعا مع ظهور الأزمة ومع ظهور المشكلة بدأنا بسرعة إن احنا نتخذ قرار إن احنا إزاي نتعامل مع الآزمة طبعا إحنا بنشكر برضو سيادة الرئيس وجميع الجهاز اللي بيعمل تحت إيده تمام رئيس الوزراء والوزراء على مجهوداتهم المبزولة تمام لما خد سيادة الرئيس قرار بتأجيل الكروض لمدة ستة شهر طبعا إحنا عشان نقدر إن احنا نقف إحنا طبعا موغدين قروض من البنك والكلام ده وكله طبيعا فالحمد لله لما هو بدأ ياخد قرار فإحنا كمان لازم كان يبقى لنا إن احنا ناخد قرار معه بسرعة كمان فطبعا عملنا اجتماع مجلس إدارة في الشركة وقدرنا إن احنا نقدم لنشر السادة العملاء بخطاب رسمي إن احنا نتنازل خلال فترة الشهرين عن الأرباح بتاعتنا وإحنا عايزين مرتبات العمل بس لأنه طبعا كل شركات ومعظم الأماكن الإدارية كلها تأثرت بالأزمة يعني يا ربنا كان الله في العون وربنا يعدي هذه الأيام على خير إن شاء الله تعدي فقدرنا ده إحنا الحمد لله نقدم لهم الخطاب ده فيه والله بعض الشركات اللي اتعاملت وقالت لا إحنا مش هنتخلى عن الموظفين بتوعنا وإحنا هنكمل وفيه بعض الشركات اللي قالت لا والله إحنا مش قادرين ندفع النفقات وإحنا بالنسبة لنا شركة خدمات مش شركة منتجة فأنا ببيح خدمة مش بنتك عشان أقدر أتحمل ففيه والله بعض الناس يعني ربنا يسلح الحال يعني إن شاء الله بنحاول إن احنا نعوضهم وخير إن شاء الله كمانا في ربنا كبير طب يا يعني أنت طبعا حضرتك حاطت خطة قصيرة وخطة طويلة الأجل تمام عايزين نعرف إيه خطتك المستقبلية بالنسبة للشركة بتاع حضرتك إحنا يعني كان فيه خطوة كانت هتم الحمد لله إحنا طبعا إن شاء الشركة كان من 2015 تلاتة تمانية 2015 حتى الوقت ده إن احنا ماشيين الحمد لله في خمس سنين تمام مقدمين خدماتنا كويسة والحمد لله تمام فكانت الخطوة التانية لي صديق في الكويت كنا بدأنا إن احنا ناكد خطوة ونفتح فرع لمقر الشركة يبقى موجود في الكويت وهنبدأ بقسمين بس الكسم الأول اللي هو عايكون الهوسكيبنج والكسو التالي اللي هو نظافة الوجهات الخارجية اللي هو نظافة الوجهات الخارجية الإزاز والحياة يا جماعة نزولونا صور الوجهات على الشاشة تمام فطبع طبعا معلش أقول ألو تاني حاضر أطفال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله معك صديق المحمود يا أستاذ محمود حبيبي أهلا 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 وسهلا بيك أهلا بك كذاك يا أستاذ محمود كل عام وانت بخير يا فاتف طيب احنا نتوقع ده جدا وانتقاطين بيظهرك على بينامج والتقدم والنجاح اللي انت وصدت له يا سلطين حبيبي يا حبيبي ربنا هو يا أستاذ محمود هو هيستاهل ان احنا بنأي النماذج المشرفة من رجال الأعمال طيب عني يا فاتف عشان ده بينامج متقدم وبينامج كويس جدا فعش كده بيفضل النماذج النجحة اللي بتطور البلد وطور الدولة وبتام من الحياة نجحة الحمد لله الحمد لله الله يكرمك يا خاني ربنا يخليك يا صديقي العزيز ورافيك الكفاح واحنا تضريبا معك ومتظارك ومتشركك الرأي ومتشركك ومتظارك فيه وقت وفيه حبيبي ربنا يخليك تسلم تسلم يا سيد محمود طيب معنا يا أستاذ شريف أهل أستاذ شريف معنا يا أستاذ شريف السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله ربنا يخليك يا أستاذ شريف الله يحفظك الحمد لله أستاذ شريف يا أهلا وسلم يا فندم أستاذ شريف أنا فني فندم وطو التلفزيون شوية أستاذ شريف وطو التلفزيون شوية الصوت تعرفني يا أستاذ شريف أهلا بيقول لك من الصوته المفروض تعرف طيب معلش شريف أبو يوسف أستاذ يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا أهلا بك حبيبي يا أهلا وسهلا إذا كيدنا يعرف إيه يا أستاذ شريف عامل إيه حبيب أغبارك الحمد لله يا أهلا سنو كل عام أنت طيب يا ربنا يخليك يا ربنا يخليك والله الحمدل لله مرتنور الدنيا كلها يا رب يا ربي خليك يا ربي كليس الله ونسبب يا صد شريف وانت طايم يا صد شريف والله وانت طايم انت بصديف عندك شاب من المنخير Hispanic حمير يا ربي خليك تسلام تسلام عايز تقول له حاجة يا صد شريف انا عايز بس أقول له كل سنة ونسبب ونور الدنيا وانشرح يا صد شريف تسلام عالم شكرا يا صد شريف معك فضل في تلفون لك شخصية أحمد ألو 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 سمع عليكم عليكم السلام طب وات صوت التلفزيون شوية وانت طيب الله يحفظك أطع حياتة سكت طبعا ما فيش مشكلة ماشي بالنسبة انت كنت بتقول يعني فيه انت عندك في الشركة يعني طبيعي تستغنى عن بعض العمانة اضطرين وبالنسبة ان شاء الله برضو من ناحية حضرتك كنت بتقول الخطة المستقبلية طبعا زي ما قلت لحضرتك ان احنا كنا ان شاء الله هنبدأ ان احنا ننفذ وصديقي جاية وكنا خلاص يعني بدأنا نزبط دراسة الجدوى للمشروع وكنا خلاص يعني ان شاء الله كنا هنبدأ فطبعا جات الأزمة بص على الشاشة واحنا بنتكلم اه تفضل ادخل اه كان للأصدقاء اللي هو سيد محمود لسه كان متصل دلوقتي ديهت في فندق دلمار مرسى متروح في بداية تنشأ الشركة على فكرة الصورة دي فهزة اوى علي كسم تحكيم الخزنات وتطهير الخزنات وكافحة الحشرات والكوارد نضافة الواجهات الخارجية اه مؤدات مكلفة يا سيد شريف تلا عينينا عشان خطر نجيبها اه تحكيم الشامل جوه جوه الخزان طيب ماشي نكمل والصورة تتعلم معاك فانا خطة المستقبل هو زي ما قلت الحضرتك كده كانت الخطة اللي هي جاية اه ان احنا نفتح الفرع بتاعنا تمام اه في الكويت وطبعا ناجات ظروف ازمة كورونا فتوقفنا يعني شوية ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعديه على خير ولكن انا اهم شيء بلدي يعني انا اهم شيء هنا نجاحي وهدفي ومستقبلي وطموحي ان انا بقى موجود هنا ولكن احنا بنفكر ان احنا نتوسع ونقدر نقدم خدمات برا ولكن برضو نفس الموضوع انا هنا يعني ان شاء الله هدفنا ان احنا نقدر نوفر فرص اكبر ومن خلال برضو برنامج سيادتك ان شاء الله ان شاء الله خلال اربع شهور او خمس شهور بالكتير ان شاء الله احنا هتكون نازل اول منتجات لنا في مصنع بيوت الانتاج خامات النظافة تمام ده مصنع مصنع خامات نظافة اه تحضرتك اه لا في شريك انا شريك فيه بنسبة 45% فان شاء الله بنخلص اجرات طب احنا وشنا خير عليك ان شاء الله انت لاي من وشك خير والله على فكرة الاستاذ دريمي صديق عزيز ويعتبر بلديات يعني انا من ملوي هو مغاق طب يا استاذ دريمي اين نصيحة في خطوات محددة ما بحبش ايه يعني ويكافحوا الكلام ده كله كله ده الناس كلها عارفة النقاط دي لكن انا عايز نصايح محددة تمام للشباب اللي عايز يحزو نفس حزوك تمام يعمل ايه هو اول حاجة لازم يكون عنده امام بربنا ونعمة بالله تمام دي لازم تكون في قلبنا وفي عقلينا وفي كل خطواتنا تمام رقم اتنين لازم اكون مقتنع بقدراتي ان انا ربنا خلقني مميز تمام ده على فكرة ربنا عطى ميزة لكل انسان فينا تمام فانا لازم ادور على موهبتي ايه سواء بقى كانت في البزنس سواء كانت في العلم سواء فأي المهم ان هو يزبط وجوده تمام فطبعا هنا لازم عشان خاطر يقدر ان هو اي انسان يقدر ينجح او ياخد خطوة فيها طب تاخد لصاز نظامي من المغغة تمام يا أهلم وسهلا اهلم بيك سامو عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازاي كنتشريف ازاي حالك الله يحفظك ازاي كنتشريم يا ألم وسهل يا حبيبي عامل ايه كل عام وانتم بخير يا رب وانت بخير وانت بخير يا حبيبي ربنا يخليك كل سلام انت طيب ولوصل ندعي لك ندعي لك بالتقدم ان شاء الله حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ربنا يخليك تسلم يا حبيبي ربنا يخليك يا رب ربنا يا عزيب الله يبارك فيك بشرفتنا والله برنامج يعني هادف جميل يعني أنه هو جاي نموذج مشرف زيك في الكفاح والتقدم والعمل بصدق حتى مفرحة جدا ربنا يوفاك إن شاء الله يا أستاذ دريمي إنسان جميل يا أستاذ شريف ربنا يخليك يعني حتى متدين عمله بصدق عشان كده ربنا يوفاه إن شاء الله ألف شكرا يا أستاذ نظار شكري نكمل فطبعا لازم يكون علاقة زي ما قلت لحضرتك بربنا وأنا مؤمن إننا ربنا بعتني تمام برسالة تمام النصيحة بقى اللي أنا عايز أقدمها لكل الشباب أنا مش عايز أضيع وقتي إحنا ربنا إدانا الوقت ده وهنتحاسب عليه فكل واحد أنا بطلبه حاجة واحدة بس اشتغل 8 ساعات مش أكتر والله ما يشتغل 8 ساعات جوه بلده ليحقق كل أهدافه وكله طموه لكن أغلبية الشباب النهاردة ما أحترامي للجميع طبعا ممكن يتجه يتكلم أكتر مما يعمل تمام تسيدي تكلم في السياسة اتناقش قول رأيك قول اعمل كل اللي أنت عايزه أنا معاك مفيش كلنا بنتكلم وكل واحد بيقول رأيه ولكن رأيي في مستقبلي هو الوحيد اللي هيعود علي القرار الوحيد اللي أنا عمله إن أنا لما اشتغل هو ده اللي أنا همسكه بـ اشتغلت بجنيه هلاقي الجريفي دي أخر النار لكن لما عاود أتكلم بقى في السياسة اتكلم مفيش أي مشكلة من كل اللي أنت عايزه ولكن ما تخليش مشاكل البلد أتشغل بمشاكل البلد أنا لوزير ولا أنا رئيس ولا أنا عدو مجل الشعب ولا أنا راجل أتكلم لأ ودول برضو يا سيد دريم المفروض يعني بفيه كلام وعمل اتكلم اتكلم ولكن اتكلم في اللي تقدر تاخد فيه قرار أنا أتناقش أنا وإنت وحضرتك ممكن نقول اللي احنا عايزينه ولكن ما ينفعش حضرتك دايق على عملي لأنا أشتغل بحيث أننا سيب الدولة تعمل سيبهم يعملوا في خطتهم ويعملوا اللي هم عايزينه وأنا أعمل في شغلي وفي حياتي وفي مستقبلي هلاقي ربنا سبحانه وتعالى رزقني وحقق لي كل حاجة نعايزها الحوار معك ممتع يا سيد دريم وشرفتنا ونورتنا وإن شاء الله لنا لقاء في حلقات قديمة إن شاء الله وبالتوفيق وربنا كل سنة أنت طيب وربنا يعود عليك الأيام بخير ربنا يخليك وأنا يعني بتقدم للشعب المصري مرة تانية والأمة العربية والأهل بالادي المينيا ومغاغة وقرية طنبدي وكل الكرة اللي موجودة حواليها كل عام وانتوا بخير ونتمنى من الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأيام المباركة إن شاء الله أن يزوح هذه الغمة ولي طلب كل واحد يحافظ على بيته وعلى أهله في ظل الظروف ديت ما نستهنش نخرج كتير ونطلح كتير ونتعامل كتير لا أعايزين نغير النظرية شوية بحيث إن ربنا سبحانه وتعالى يطلعنا من هذه الأزمة من غير ما نفقد حد من أهلنا أو حد من بيتنا أو حد من حبيبنا وخير إن شاء الله ربنا يعدي هذه الأيام بخير وخليكوا في البيت يعني خير إن شاء الله فاصل ونرجع لكم مرة تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل أهلا بيكم أنا مش أطول عليكم أنا راجع بعد الفاصل عشان عندي كلمتين عايز أقولهم ومش أنطول فيهم يعني أنا النهاردة بعد الفطار شفت برنامج بالصدفة أنا مش من هوات البرامج دي بس شفت بالصدفة برنامج رامز مجنون جدا أو حاجة زي كده رامز مجنون رسمي مجنون رسمي مش عارف فيه حد بيتفرج على البرنامج ده إحنا قلنا قبل 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 رمضان إن إحنا ممكن تكاتفنا مع بعض نخلي الأشكال الضالة دي تفلس وتقعد في بيوتها بمعنى إحنا لما تفرجناش على على رامز لما تفرجناش على اسمي دي أحمد السقا ومحمد نيدي والكلام اللي بيجع على التلفزيون ده ما فيش عنا ناتة تعليم عندهم ليه يا جماعة إحنا في شهر كريم إحنا في شهر كريم ليه من ما يباش سيستم حياتنا إن إحنا بعد الفطار فيه قرآن شغال في البيت لغاية الصحور بدل ما الناس دي بتنص دمنا وتاخد ملايين طب وريني أحمد السقاة برع بمليم لمصر ولا العمالة المؤقتة ولا لأي جهة بيجو يتحقوا علينا قصم البلاب يتحقوا علينا بتيجي واحدة تقول لك أنا أنا متكفلة طب متكفلة لمين بتقول لك متكفلة بمئة أسرة والتالي تقول لك بخمسين أسرة ولعاب الكرة عمل شو وكل واحد بيقول لك إيه أنا متكفل طب متكفل لمين يا جماعة يا جماعة إحنا كشعب مصري ملقناش حد يقف معانا في أزمة الكورونا غير الحكومة وبعض رجال الأعمال لكن لا فيه ممثل ولا لعب كورة ولا رقاصة ولا فنان يعني اللي وقفوا مع الشعب المصري في هذه الأزمة يتعدوا على أصابع الإيد الوحدة إزاي ده إزاي وإحنا برضو بالروح نتفرج لهم على مسلسلاتهم وأفلامهم ويطلعوا في فعلانات يقولوا إحنا وإحنا وإحنا وإن شاء الله بعد ما تعد الأزمة هيجي لك ممثل يعمل لك دور في فيلم إن هو مطحون وصاب بالكورونا وياخد جايزة وياخد الأوسكار والأطباء اللي هم ليهم كل الفضل كل الفضل في السيطرة على هذا الفيروس اللي عين حتى هذه اللحظة خلاص دورهم هينتهت أنا بصراحة يعني مش لاقي كلام أقوله ده ده يعني يشوفوا رجال الأعمال في الدول الأوروبية عملوا إيه الدول الأوروبية اللي بيقولوا عليها كفرة وزنديقة والكلام ده كله يما رجل أعمال يتبرع بمليار وسبعمائة مليون دولار لدولته وبيقول لن أترك إيطاليا تسقط يبدأ ده يستحق ينعملوا تمثال ده المسلم الحق لكن إحنا يجي لك واحد يظهر لك فعلان بياخد فيه فلوس ويقول لك أنا إن شاء الله هتكفل بخمسين أسرة لا يا سيدي مش عايزينك تتكافل تبرع للحكومة خمسين أسرة هتشارة تدي لهم أي يعني ألف جنيه خمسين لا هات خمسين ألف للدولة مش عايزينك تتبرع لحد مش عايزينك تتكافل بحد والدولة هي بصراحة بصراحة أنا أحيي موقف الحكومة المصرية في أزمة الكورونا زي واحد أنا برضو مستغرب من حاجة معينة واحد على السوشيال ميديا مبارح بيقول إيه؟ بيقول إن الحكومة ردخت لرجال الأعمال وخلت الحظر للساعة تسعة يعني مش عارف والله الحكومة خلت الحظر للساعة ستة الناس اعتاردت خلتوا السابعة الناس اعتاردت خلتوا العاشرة إيه ده؟ يا جماعة سيبوا الحكومة تشتغل هي بصراحة بصراحة بالوقت الحالي أحسن إدارة للأزمة اللي عملها الحكومة بتاعتنا مع عدم إمامي بالخلفيات اللي وراء الموضوع بتاع المحتجزين بالخارج أنا بصراحة مش ملمي بالموضوع قوي أو مش عارف خلفياته قوي بس بناشد بناشد الحكومة من المنبر ده بقول لها يا ريت نلاقي حل للجماعة العلقين بالخارج بس برضو يعني ما طلبش منها فوق الاستطاعة فيه ناس بتقول إن الجماعة العلقين بالخارج عايزين يجوا ببلاش لأ المفروض فيه تكلفة بس يبقى فيه مساهمة من الدولة في التكلفة دي وفيه برضو في إحدى الدول واحدة ظهر على السوشال ميديا بتقول لك إيه الجماعة مش عارف بتاع دولة إيه بيدوا معونات للاجئين المصري مش عارف والله للاجئين يعني لاجئين مصريين إحنا إن شاء الله بإذن الله لن نكون لاجئين إحنا الدولة الأم اللي احتضرنا كل دول العالم اللي بعثنا معونات لكل دول العالم وبإذن الله ربنا هيشيل عنا الوباء وساعتها نعرف مين العدو ومين الحبيب مين اللي كان لاجئ مين اللي كان لاجئ ومين اللي يستحق يطلق عليه لفظ لاجئ ومين اللي حضرته سبع تلاف سنة حضرته سبع تلاف سنة بنستضيف مش أقول لك دول عربية بنستضيف كل دول العالم البصنا والهرسك يوم ما حصلت الأزمة بتاعي غزلافيا دي راحوا فين جوموا على مصر مصر كانت بتبعت معونات لجميع دول حتى قبل أزمة كورونا مصر بعتت معونات لأمريكا بعتت معونات للصين بعتت معونات لإيطاليا دي يعني أنا مش لاقي كلام بصراحة أقوله ولا رد على الأخت اللي قالت اللاجئين المصريين ربنا يهديها وربنا يزيح عنا البلاء والوباء عشان نعرف مين عدونا ومين صدقنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة